لو عندك زغليل ضعيفة زغليل زغيرة زغلول زغير وزغلول كبير محتاج تأكل الزغليل ما انتش عارف تأكلها بايه هقولك على طريقة تعمل بها الميكس الميكس اللي احسن من الميكس المستورد اه مش هتحتاج تشتري الميكس بعد كده وتعمله في البيت بابسط طريقة بالخلاط بتاع البيت بالكبة اللي هي او المطحنة بتاعة البهارات المطحنة دي مطحنة البهارات يا جماعة لكن هقولك تجيب العشاب منين او والحبوب منين وتحمصها ازاي بالنسبة للتحميس في البوتاجاز هتحمص ازاي في البوتاجاز يعني نجيب مساء للحبوب نحطها في حاجة صانية زي كده بعد ما تخلص اي حاجة بتعملها في فرن البوتاجاز وتطفي الفرن تقوم حاطة الحبوب بتاعتك في صانية زي كده وتسيبها لغاية والفرن مطفي هي هتتحمص بعد كده تكون سهلة اه تتطحن في المطحنة دي اه طيب هنشوف ايه المكونات مع بعض مكونات بتاعتنا اللي هو اه السوية السوية المستخدمة في الطهي السوية دي اللي بنستخدمها في الطهي بتاعنا دي اه انا طبعا انا طحنها اهو في منها ده نص كيلو سوية السوية مطحونة بتعود ده العاتس الاسفر نص كيلو عاتسه اصفر نص كيلو وطبعا انا طاحن النص كيلو اهو منه. آآ معانا تاني الامح. ده الامح اللي هو البستخدم يا جماعة في البليلة اللي بنستخدمها باللبن. ده الامح بالنسبة لنا آآ انا طاحنه برضو اهو. آآ لا ده علاف الدجاج. هنشوف برضو الامح اهو نص كيلو برضو. زي ما قلنا. آآ آآ معانا ترمس. نص كيلو ترمس مطحون بيجي جاهز برضو فيه منه مطحون عند العطار. لو ما لقتش هتعمل بنفس الطريقة ده الترمس. اللي آآ بنكله بنبله وبنعمله ده طبعا انت عارفين ازقاسة الترمس. آآ معانا كمان علاف الدجاج لكن انا مش هضيف علاف الدجاج ما تضفوش. الا للتسمين. هيبقى نعمل آآ جزء للتسمين وجزء لزغليل اللبا بس. آآ ربع كيلو حلبة. ربع كيلو حلبة. احنا قلنا علاف الدجاج. نص كيلو برضو. آآ معانا شوية الاعشاب دول. كل حاجة باتنين جنيه يا جماعة. اتنين جنيه توم. اتنين جنيه كوركم. اتنين جنيه جنزبيل. آآ اتنين جنيه ارفة. اتنين جنيه كسبرة. كل ده جاي بودرة من عند العطار. بصل البودرة. معانا آآ راس الكلسام دي. اي نوع كالسام يا جماعة. انا هحط خمس اقراس منهم. انا هتحنتهم. هم خمس اقراس. من آآ الدواء ده اللي هي اقراس الكلسام دي. او اي كالسام. ما تجيب اي كالسام مش لازم الكلسام ده. ومعانا تلاتة باكو خميرة من دول. آآ خميرة المستخدمة في الطاية. الخميرة الفورية او الخميرة البودرة. آآ هنجيب بمصفة زي كده وطبق كبير زي ده. طبق زي ده كبير واسع حاجة واسعة او اي اقناق واسع. وبالمصفة زي كده او بمنخل المنخل زي ده او بيقولوا عليه غربال. ده انا بستخدمه بس للموضوع ده. ده احسن يا جماعة منخل ده حرير نعم جدا مش هيعدي الا النعمة بس. آآ لكن عشان التصوير هنستخدم دي. هنستخدم بالطريقة اللي احنا هننخلهم بالشكل ده. حبة بحبة. كده. نخليها نعمة جدا. بالشكل ده جماعة هننخلهم بالطريقة دي ونرجع لكم نوريكم ازاي. واللي يطلع منهم ايه بالشكل ده كلهم. ونرجع نشوف مع بعض عملناهم ازاي. آآ طبعا المكونات هي احنا كده نخلناها طبعا نعملينهم قبل كده بالمنخل او بالغربال بتاعنا. هن النخلاخباتهم كلهم على بعض. بالشكل ده. هو هيبقوا حوالي اتنين كيلو او اكتر. طبعا هو احنا عاملينهم قبل كده وطحنينهم ونخلينهم ومجهزينهم كلهم بس انا بوريكي الطريقة بتعملهم ازاي. ده كمان الترمس. بسم الله ما شاء الله بقت كمية كمية كبيرة جدا اهو. نشوف لسه معنا ايه? ده الحلبة. حاجة واسعة كده عشان نعرف نخلط المكونات بتاعتنا يا جماعة. حاجات اللي هي العشاب دي اهم حاجة. ده آآ طبعا قلنا الخمس اقراص من الخميرة النوع ده. آآ طبعا مطحنين برضو في الخلاط في اللي هي المطحنة بتاعت الخلاط. هنضيف عليهم التوم البودرة. طبعا هيبقوا كتير. على الطبق الصغير ده. والبصل البودرة. هو كله طبعا هيختلط ببعضه في النهاية. آآ كسبرة المطحونة. آآ ممتازة جدا لعلاج الاسهال متخليش الحمام عنده اسهال. والخمير علشان الهضم. وكلها حاجات اعشاب الطبيعية كلها آآ علاجه وقايل الحمام الجنزبيل. ممتاز جدا برضو. الارفة. كلها عشاب طبيعية يا جماعة. الكركم. طبعا الناس كتير عارفة طوائد الكركم. آآ معانا التلات بواكي الخميرة. تلات بواكي الخميرة دول. يبقى يا خميرة بودرة برضو فورية. خضينا التلات بواكي الخميرة ها. كده تمام. التلات بواكي الخميرة. يبقى معادش ناقصنا اي حاجة. آآ طبعا هنقلب كل المكونات بتاعتنا على بعدها نخلطها كلها. اصبحوا ما اكتر من اتنين كيلو. لو انت آآ سألت على الاسعار بتاعتها عند العطار هتلاقي هتلاقي نفسك وفرت كتير جدا. يا جماعة دي هتلاقيها احسن من المكس المستورد. المكس المستورد هتلاقي آآ ممكن تلاقي الكيلو بستموت جنيه فيه. وممكن يوصل لالف جنيه والمكس المصري هتلاقي من مية لامتين زي ما انت عاوز. فيه انه انواع كتير انواع مصري وفيه الانواع المستوردة. لكن ده بفضل الله يتفوق على المستورد كمان. آآ طبعا بعد ما عملناها قلبناها على بعضها هنعيد عليها كمان مرة بالمنخل اللي هو النعم ده. او اللي هو بيسموه الغربال النعم ده. جيب كله كده عشان الناس تشوفه. ده اللي بيستخدم في نخل الدقيق يا جماعة. بيستخدم لنخل الدقيق. ده بتاع الدقيق. هنعيد عليهم كمان مرة كلهم آآ في حاجة تانية اوسع. وانخلهم وارجع لكم تاني. آآ طبعا نخلناهم بالمنخل بتاعنا ده. ها. بالكمية ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لو هتشتريهم دول من الميكس المستورد مش هيكفيك الف جنيه. دول عملنا ميكس هاو ب الف جنيه. افضل من المستورد بسم الله ما شاء الله. طيب هقول لك بتستخدمه ازاي بقى الطريقة. وبنستخدم فيها ايه الزغطات اللي بنستخدمها بيه. طيب ايه بقى الزغطات اللي بنستخدمها بالميكس بتاعنا ده. ده اهم شيء يا جماعة المبسم السيليكون ده. نقرب له شوية ونشوفه المبسم السيليكون ده. ده المبسم السيليكون باتباع عند مين? عند اللي بيباهم الميكس واللي بيباهم الادواء البيطارية المختصين بالحمام يعني. او في اسواق الحمام. ده المبسم السيليكون. اهم شيء بيركب على ايه سرينجة? المهم بالسرينجة يكون لها السن ده. ده السن. يركب كده بالشكل ده. اه سواء سرينجة كبيرة او سرينجة صغيرة. عندك لغاية عشرين سنتي ممكن تستخدمها. ده تلاتة سنتي يركب لغاية عشرين سنتي. تمام? ده اهم حاجة في الحقنة دي. دي ببا برضو عند اللي بيباهم الحمام. زغطة برضو. بتستخدم للحقن. بتاع الحمام بس هو بيركب لها الاضافة دي. الجزء الامامي ده. بيركب للتصغيط بتاع الحمام. السن ده جماعة اهو. البلبلة اللي في الاول دي. ببقى هي دي. الواحدة التانية. وممكن اللي ما يلاقيش المبسم السيليكون ده. بنستخدم اي سلك قهرباء عملنا قبل كده. ومعانا اللي هي بالبلونة دي. بتنفع في الزغطة دي. وفي الحبوب الخشنة. طبعا يا سرينجة عادية. لكن الافضل للحمام الكبير يا جماعة. السرينجة الجبارة دي. دي السرينجة الخمسين سنتي. السرينجة دي مفيش اسهل منها. بس دي محتاجة زغليل على الاقل اه اسبوع عمر اسبوع عمر عشر ايام يبقى السرينجة دي بتستخدم سهلة جدا من مرة واحدة. اكبر زغلول بيأكل بالسرينجة دي. لو عندك زغليل مسلا عمر اسبوع يكفي تعمل خمس زغليل او ست زغليل لو سحبتها للنهاية كده. تعمل حوالي ست زغليل. يبقى كده عملنا الميكس وقلنا طريق التأكيل الزغليل. استنانا في فيديوهات قادمة. هنقول ونوريكم بنزغط بالميكس اللي عملناه ازاي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. فعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة